هل تعلم حبيبي؟ ماذا؟ لم أكن أصدقك عندما قلت هادي أنني لم تستطيع عزيزة بعد أن يكون هنا قليلا أعتقد أنني سأرى الآن أتمنى أن الأشياء ستبقى نعم، دعونا أتمنى مرحباً 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 سبع أسئلة تسألهم لنفسك قبل أن تتجوز مرحباً مرحباً هل تعلم ما؟ لا بخير نعم، هذا هو هادي مرحباً يقول الكتاب المقدس في تكوين 2.18 وقال الرب الإله ليس جيداً أن يكون آدم وحده فأصنع له معيناً نظيره الله هو الشخص اللي أسس الزواج في جنة عدم وبهذه الكلمات يوصف الله حالة آدم لم يكون لحاله ليس منيح لآدم يكون لوحده لذلك الله صنع له حوى حتى تكون معيناً نظيره السوب يأتي قبل الزواج ماذا يجب أن نفعل قبل أن نأخذ قرار أن نريد أن نتزوج شخص معين؟ اليوم أريد أن أشارك معكم سبع أسئلة لازم نسألهم لحالنا قبل أن نتزوج أول شيء هل لازم أحصل على استشارة من قبل الزواج؟ دعنا نشبه الزواج بالسيارة حتى تستطيع تسوق السيارة لازم تكون مؤهل أنك تسوقها وإذا سوقت السيارة بدون أن يكون عندك رخصة ماذا سيحدث؟ أنا كنت سوق السيارة قبل أن أظهر رخصة وما صار شيء نعم أنت ما أحد أقذك يا هادي بلاش ما أنا لليوم لسا أطلع معك لما تسوق ما بتعرف تغير من الأول إلى التاني غير ذا أقول لك أدعس كلتش وبنفس الشي الزواج إذا تزوجت وأنت غير مؤهل الزواج فأنت رح تؤدي بزواجك للدمار من ناحية ثانية لما بتشتري سيارة كيف بتعرف أن هذه السيارة رح تعمل الشي اللي بتحكي رح تعمله؟ يعني شو بيخليني أعرف أن هذه الكبسة بتشغل الراديو مثلا وكيف بدك تعرفي إذا الزلم اللي بدك تتجوزيه رح يعمل اللي وعدك في أيام الخطبة بعد ما تتجوزه لما بعرف هاي الأشياء من قبل بتخلي كل واحد فينا يفكر زيادة ويعرف شو العلاقة اللي رح يدخل فيها وإذا ما كانت مناسبة إلنا فهي فرصة أنه ما نستثمر وقتنا ونضيعه في علاقة ما رح تنجح هاتي ام بيك سيريوس إذا أحد يحتاج الراديو كونسلين هاتي هلا شو الصدقون مصوبين علي اليوم فنسا هايتني لأني أخذ محلي هلا لدك اتراضيا ما خصني أنا تاني شي هل أنت راضي بحالك؟ الناس بتدور على العلاقات لحتى يكملوا حالهم ويحسنوا رأيهم بنفسهم لما تقول لشريكتك أنت بتكمليني هذا كلام خطأ ووهم إذا أنت بتفكر بهذه الطريقة فمعناته أنت بحاجة حتى تشتغل على حالك إذا كان في حياتك صدمة، تعنيف، طلاق الأهل وغيرها من الأشياء اللي رح تأثر على علاقتك في الزواج لا تستطيع أن تبدأ حياة جديدة مع شخص مع كل المساعدة من الزواج نعم، هذا صحيح إذا أهلك تطلق ومش معناته زواجك لازم ينتهي بطلاق إذا كان في تعنيف في بيتكم وانت صغار مش معناته رح يصير في تعنيف في بيتكم لما تتجوزوا فلازم تحاول وتحاولي تتصالحوا مع نفسكم بالأول لازم تكون مبسوط من نفسك وفاهم نفسك قبل ما تدخل حدا ثاني معك في العلاقة ما هاي هي المشكلة؟ مم؟ بدك تفهم حالك بالأول ما أنت لسه لليوم ما فهمت حالك يعني؟ لعم جد مصوبين علي اليوم خليك بعد ما نخلص رح أعطيك رقم حدا ورح يفيدك لانتشي هل بعجبك شخصية وطباع شريكتك؟ مرات كثير بنسحر بالشكل بنحس بشي حلو إحنا معه أو معها وبنغمض عيوننا عن الإعلام الحمرة أو التنبيهات كل ما قضيت ووقت أكثر مع بعض الأشياء بتوضح أكثر وأكثر عن الشخصية والطباع والمزاجية لأن الطريقة اللي بتجاوى فيها أي شخص مع الظروف اللي حواليه بتبايلن له حقيقة هذا الشخص هلا تأكدت أنه فانيسا انسحرت بشكل فادي وغمضت عيونه عن شخصيته يا سلام مرتي حبيبتي دائما بتدافع عني دائما رافع راسي رابع شي شو رأي عيلتك وأصدقائك عن هذا الشخص الناس اللي بنعرفهم بيعرفوا شو اللي رح يمشي معنا وممكن يساعدونا نشوف أشياء يمكن مش من تبهين لها في الشخص اللي بدنا نرتبط فيه لأنه لما تتزوج وتتزوجي والزواج يصير صعب وفي مشاكل هدول هم الأشخاص اللي رح تحتاجهم لحتى يدعموك إذا ما سمعت لهم من الأول فما رح تحكي معهم تسألهم يساعدوك وينصحوك لما تكون بحاجة للمساعدة مخلقه مخلق تسألهم comply معنات ما تسألوا شي لأنها بهم رح يجيعود أخرتك شووالو المفروض تدور على حدا بيعرف افك منيح وبنفس الوقت بقدر يعطيك نصيحة تفيدك خامس شي هل عندكم نفس الإيمان الأزواج اللي عندهم نفس اليمان عندهم نسبة أعلى للرضا والثبات الزوجي من اللي ما عندهم نفس اليمان والسبب هو أن أغلب الأشخاص بأخذوا قرارات بناء على مبادئهم ومبادئهم مبنية على الطريقة اللي بيقامنوا فيها بالله وشو إيمانهم عن الله فلما تتزوج شخص لازم تتأكد أنه عندكم نفس المبادئ عن الله وعن الإيمان يعني هلأ أكيد المسيحي بده يتجوز مسيحية والمسلم بده يتجوز مسلمي ما بده شطارة يا شطارتك يا هادي لا مش هيك قصدي أنا اللي بحكيه قاعد أنه ممكنش حدا يكون مسيحي اتنين مسيحية ويكونوا عندهم أفكار مختلفة أو اتنين مسلمين وعندهم أفكار مختلفة أو معتقدات مختلفة بتعرف شو خلينا أبسطها لك حدا بروح على الكنيسة ينهار السبت اتجوز واحد يروح على الكنيسة ينهار الأحد أي نهار بدم يروح على الكنيسة يروح نهار الثانية شو بعرفني سادس شي شو هي آمالك وأحلامك وأهدافك في الحياة؟ بدك أطفال ولا لأ؟ كم طفل بدك تعيش في المدينة ولا في القرية؟ هل ناوي تشتغلي ولا تقعدي بالبيت؟ إلا آخره لازم تكون عندكم فكرة عن الحياة اللي راح تعيشوها لازم تكونوا صريحين مع بعض لأنه الأفضل إنك ما تكمل في علاقة راح تنتهي بعد الزواج بكم شهر بدون ما تؤذي نفسك والطرف الثاني إذا كانت عياتك لا يمكنك أن تذهب مختلفاً كيف ستكون أعجابك؟ صحيح فكر فيها مثلا تخيل حدا ما بده أولاد تجوز واحدة بده خمسة أولاد يا السلام كيف بده تكون حياتهم بدون مشاكل كل يوم على هالموضوع؟ تعرف شغلة هذي أول مرة بحياتك بتحكي شغلة مفيدة قصدي أول مرة اليوم بتحكي شغلة مفيدة وآخر شي هل بتآمن إن الزواج رح يكون صعب؟ هل أنت مستعد إنك تشتغل بكل قوتك على هذا الزواج حتى يستمر؟ هذ من أهم الأسئلة اللي بخلي الزواج صعب هو إنه إحمل بشر أنانيين وخاطئين كل يوم في حياتك الزوجية هو تحدي بالنسبة إليك وفي كل يوم لازم تختار إنك تشتغل حتى تخلي زواجك ينجح هذي مش معناته إن شريكتك هي السبب في التحديات لا وإنت كمان وغير هيك ظروف الحياة لما ما تمشي مثل ما بدنا ولما بنواجه تحديات مع بعض كأزواج هم يبين معدن كل واحد فينا هل بدنا نضحي عشان ينجح زواجنا؟ ولا بدنا نكون أنانيين حتى يتدمر وينتهي زواجنا؟ بعد ما تتأكد من نفسك عن طريقة هذه الأسئلة وقتها بس بتقدر تعرف إنك مستعد تأخذ خطوة الزواج وللا على هالحالة ما حدا رح يتجوز ايه ما حدا يتجوز أحسن ما يتجوزوا بعد كم شهر يتطلقوا لا تنسوا تعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة عشان توصلكم كل الفيديوهات جديدة وشاركوا الفيديو مع كل شخص ممكن يستفيد منه وما تنسوا تبعثون رسالة إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار هادي تعرف ليش إحنا اليوم مدمرينك؟ ليه؟ لأنه هاي آخر حلقة خلص خلصنا ترجمة نانسي قنقر